بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا بكم طلاب وطالبات مسار الصحة والحياة إلى درس جديد من دروس أنظمة جسم الإنسان واحد واحد كنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالنسيج الضام وتعرفنا على جزاء هذا النسيج من بدءا بالغضاريف وبالنسيج الضام الأصيل الغضاريف والعظم وتبقى لنا الجزء الأخير من النسيج الضام وهو الدم سنستكمل اليوم بمشاهدة الله الجزء الأخير من النسيج الضام وهو الدم بالإضافة إلى الأنسجة العضلية والأنسجة العصبية أنواع النسيج الضام الأصيل كنا في درسنا الماضي قد بدأنا بالنسيج الضام الأصيل تعرفنا النسيج الضام بأجزائه النسيج الضام الأصيل والغضاريف والعظام وتبقى الجزء الأخير من النسيج الضام وهو الدم الدم يعتبر نسيج الضام هذا النسيج الضام يتميز بأن مادة الخلالية مادة سائلة والدم يتكون من مكونين رئيسيين هما البلازمة وخلايا الدم نلاحظ في هذا المخطط مكونات الدم لدينا سائل البلازمة والذي يمثل حوالي 55% من الدم وهو سائل يحتوي على الماء والأيونات والبروتينات والعناصر الغذائية بالإضافة إلى بعض المواد والغازات والمواد الإخراجية وخلايا الدم وخلايا الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام خلايا الدم الحمراء خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية وهناك مجموعة متنوعة لخلايا الدم البيضاء سنتعرف على وظائفها خلايا الدم البيضاء المتعددة خلايا الدم البيضاء الحمضية خلايا الدم البيضاء القاعدية وخلايا الدم اللنفاوية وخلايا المونوسايت في هذا الجدول سنتعرف طلابي وطالباتي على مكوناتها الدم الذي ذكرنا قبل قليل في المخطط الدم مكون من البلازمة ومن خلايا الدم خلايا الدم تنقسم إلى خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية نلاحظ أن السائل البلازمة هو المكون الأكبر ويشكل 55% من دم الإنسان وهو السائل شفاف يميل إلى اللون الأصفر ويحتوي على الماء والأملاح والإنزيمات وكذلك بعض البروتينات هذا السائل المهم لسيولة الدم كذلك يعمل على نقل المواد وكذلك التخلص من بعض المواد بنقلها إلى الكلال التخلص منها يعمل على سيولة الدم تسييل حركة نقل المغضيات اللازمة إلى بقية أجزاء الجسم التخلص من المواد الضارة عن طريق نقلها إلى الكليتين والكبد وذكرنا أنه يشكل 55% من دم الإنسان خلايا الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام خلايا الدم الحمراء وهي خلايا الدم الحمراء التي لها دور مهم في نقل الأكسجين وكذلك ثاني أكسيد الكربون من خلال تبادل الغازات بين خلايا الدم الحمراء في الشعيرات الدموية فيتم إعطاء الخلية الأكسجين ويتم نقل ثاني أكسيد الكربون من الخلية إلى الشعار الدموية لكي يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون نتذكر دائما ودرسنا في المراحلة السابق أن خلايا الدم الحمراء عديمة الأنوية أيضا من خلايا الدم خلايا الدم البيضاء خلايا الدم البيضاء هي خلايا تحتوي على أنوية ولها أنواع متعددة وتقوم بوظائف متعددة من هذه الخلايا خلايا الدم البيضاء خلايا الدم البيضاء متعددة شكل النوة تؤدي دورة مهمة في جميع أنحاء الجسم لحمايته من الكائنات الدقيقة المهاجمة خلايا الدم البيضاء الحمضية لها المقدرة على الاتهام جزيئات البروتين الخارجية تفرز إنزيم الهستاميناس المسؤول عن تكسير مادة الهستامين والهستامين هي مادة تعمل على توسيع الأوعية الدموية كذلك من خلايا الدم البيضاء خلايا الدم البيضاء القاعدية تفرز مادة الهستامين والهيبارين وتعمل الهيبارين على منع تجلط الدم خلايا الانفاوية وهي متعددة أيضا تؤدي دورة مهمة في المناعة ومقاومة الأمراض خلايا وحيدة النواء لها المقدرة على التحول إلى خلايا أكولة خلايا المكروفاج تتحول إلى خلايا الأكولة عندما يكون هناك غزو لمسببات الأمراض للجسم نلاحظ أن خلايا الدم البيضاء بأنواعها المختلفة لها دور في عملية المناعة وحماية الجسم من مسببات الأمراض أيضا من خلايا الدم الصفائح الدموية هذه الصفائح لها دور مهم في عملية تجلط الدم ومنع نزف الدم تمثل أجزام من السيتوبلازم للخلية الأم وتتمثل وظيفتها الرئيسة في المساعدة لوقف نزيف الدم في حالة الجروح نلاحظ في النشاط 2 ثمانية في تثبيت المفاهيم الرئيسة تعرف على الأنسجة الضامة في الشكل الآتي وكتم ملخصا لكل منها مبينا الأقسام والأهمية نلاحظ في الذراع في هذا الإنسان مجموعة من الأنسجة الضامة ذكرنا أن النسيج الضام يحوي أجزاء منها النسيج الضام الأصيل، الغضاريف، العظام، والدم نلاحظ أن في الرقم 1 يمثل نسيج الدم يمثل نسيج الدم ويشمل الدم كما ذكرنا قبل قليل سائل البلازما والخلايا الدموية في الرقم 2 هو النسيج الغضروف والغضاريف ثلاثة كما تعلمنا في الدروس السافقة الغضاريف الزجاجية، الغضاريف المطاطية والغضاريف الليفية في الرقم 3 يمثل العظم والعظام نوعين هما العظم القشري والعظم التربيقي أخيرا والذي نسيج الضام الذي يكون تحت الجلد مباشرة نلاحظ أن نسيج الضام الأصيل وهو متنوع نسيج شبكي، نسيج دهني، نسيج ليفي كثيف نسيج رخو ونسيج مرن ونسيج ليفي كثيف وذكرنا أن نسيج الضام الأصيل هو أكثر أنواع نسيج الضامة انتشارا في الجسم حسب مكان وجوده في الجسم تتغير تراكيبه من خلال بعض وجود الألياف أو الخلايا حتى يؤدي الوظيفة المطلوبة ثالثا النسيج العضلي النسيج العضلي الأنسجة العضلية تمثل حوالي 40% من جسم الإنسان وهناك أكثر من 600 عضلة تقريبا تؤدي وظيفة الحركة في جسم الإنسان تصنف العضلات البشرية إلى ثلاثة أنواع العضلات الهيكلية والعضلات الملساة والعضلات القلبية نلاحظ أن العضلات الهيكلية عندما يتم سلخ جلود الفقريات نلاحظ هذه العضلات بوضوح نظرا لارتباطها بجدار جسم الحيوان الداخلي وهيكله الداخلي وهي عضلات مرتبطة بالهيكل ولذلك تسمى العضلات الهيكلية العضلات الملساة ولها انتشار واسع في الجسم وهذه العضلات رفيعة ومتجانسة ولذلك تسمى بالعضلات الملساة العضلات القلبية من الإسم يتبين وجودها في عضلة أو في جدار القلب وتمثل عضلة القلب نوع العضلات البشرية الخلايا العضلية الهيكلية والخلايا العضلية الملساة والخلايا العضلية القلبية نلاحظ في هذا الشكل يوضح لنا أشكال للعضلات البشرية في هذا الجدول سأوضح لكم طلابي وطالباتي مجموعة من الفروق بين العضلات الهيكلية والعضلات الملساة والعضلات القلبية من ناحية المميزات أيضا شكلها تحت المجهر وطبيعة التحكم بها هل هي تصنف إلى عضلة إرادية أم عضلة لا إرادية العضلة الإرادية هي التي يستطيع الإنسان أن يتحكم بها نلاحظ في العضلات الخلايا العضلية الهيكلية تعتبر النوع الأكثر وفرة في الجسم أكثر من حوالي 400 عضلة مميزة تمثل العضلات الهيكلية تمثل 40% تقريبا من وزن الجسم في الأفراد بشرط أن يكون الأفراد المؤشر الكتلة لهم مؤشر كتلة الجسم طبيعيا الشخص الذي مؤشر كتلة طبيعي في الوزن نلاحظ أن العضلات تمثل حوالي 40% من جسم هذا الشخص التحكم بها يمكن التحكم بها فهي عضلة إرادية هي استطيع الإنسان أن يتحكم بها الشكل لها شكل أسطواني مخطط نصفها بأسطوانية مخططة نلاحظها تحت المجهر نلاحظها كأشرطة أو خطوط داكنة وفاتحة فالشكل الداكن والشكل الغامق يظهر تحت المجهر على شكل خطوط ولذلك توصف بأنها عضلات مخططة الخلايا العضلية الملساة يعد دورها في فيسيولوجيا الإنسان أكثر من العضلات الهيكلية في فيسيولوجيا الإنسان هي أكثر دور لها دور أكثر من العضلات الهيكلية لأنها توجد في جميع في أغلب أجهزة الجسم توجد في أغلب أجهزة الجسم ولها أدوار بدءا من مقاومة الأوعية الدموية إلى تقلصات الرحم حتى تتم عملية الولادة نلاحظ يعد دورها في فيسيولوجيا الإنسان أكثر اتساعا من دور العضلات الهيكلية لها دور في كل جهاز من أجهزة الجسم تقريبا بدءا من خلق مقاومة الأوعية وهي التغلب العملية للتغلب على حتى يتم دوران الدم في نقل الدم عبر جهاز الدوران وأيضا تقلصات الرحم تدير انقباض العضلات غير الإرادية التحكم بها هنا عضلات لا إرادية لها شكل مغزلي تبدو تحت المجهر غير مخططة ونجدها في أغلب الجسم تبطن الأوعية الدموية في القناة الهضمية ويتم التحكم بهذه العضلات لا إرادية العضلات أو الخلايا العضلية القلبية تتميز بآلية عملها حيث تمتلك القدرة عن انقباض التلقائي والمتزامن وسهولة اقتران الخلايا كهربائيا لا يمكن التحكم بها إرادية أيضا لها شكل أسطواني وتشابه العضلات الهيكلية بأنها تظهر تحت المجهر في خطوط ولذلك توصف بأنها عضلات مخططة نلاحظ في العضلات القلبية تميز عضلة جدار القلب هذه العضلات غير قابلة للإنهاك لتراكيبها مجموعة من اللويفات المتشابكة تؤدي عملها بإتقان ولا تتعرض للإنهاك وبالتالي تؤدي وظيفة أو يتم يقوم القلب وظيفته الهامة وهي عملية ضخ الدم الأنواع الثلاثة من العضلات لا تختلف الأنواع الثلاثة من العضلات في المستويات الخالوية تعمل جميعا على تحويل الطاقة الكيميائية إلى عمل ميكانيكي وحركي دور جميع العضلات هو الحركة هو إحداث الحركة في جميع أنواع العضلات الثلاثة تنتظم ألياف العضلات الفردية في خطوط متوازية للسماح بعملية التقلص في نشاط 2.9 التفكير الناقد مؤشر الكتلة عملية حسابية تقوم على حساب كتلة الجسم للشخص البالغ سواء ذكر أو أنثى وهو ناتج قسمة الوزن على مربع الطول بالمتر ومعرفة كتلة الجسم هي معلومة مفيدة من أجل تحديد الوزن الطبيعي أكتب بحثا عن مؤشر الكتلة وذلالته الصحية أحسب مؤشر الكتلة لشخص بالغ وزنه 60 كيلو جرام وطوله 1.6 متر حسابيا أو باستعمال حاسبة مؤشر الكتلة في موقع وزارة الصحة حدد وزن العضلات لنفس الشخص أعلاه إذا كان مؤشر كتلته طبيعيا بالدخول على موقع وزارة الصحة نجد حاسبة كتلة الجسم عليك تضع الوزن وزن الجسم ومربع الطول ثم تظهر لك نتيجة كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم ولدينا هنا المقياس نلاحظ المقياس لمؤشر كتلة الجسم النحافة الوزن الطبيعي زيادة في الوزن سمنة درجة أولى سمنة درجة ثانية وسمنة درجة ثالثة سنقوم بتطبيق حساب مؤشر كتلة الجسم في هذا النشاط نلاحظ أن الوزن 60 كيلو جرام على مربع الطول 2.56 تظهر لنا نتيجة 23.44 بالنظر إلى مؤشر الكتلة هنا نلاحظ أن وزن هذا الشخص هو وزن طبيعي لذلك ستكون نسبة أو وزن العضلات من هذا الشخص بما أن وزن مؤشر كتلة هذا الشخص طبيعيا فيكون وزن العضلات حوالي 40% من وزن الجسم في النشاط 12 قارم بين العضلات الهيكلية والملسا والقلبية من خلال إكمال الجدول نلاحظ في شكل الخلية في العضلات الهيكلية استوانية مخططة أيضا في العضلات الملسا مغزلية غير مخططة العضلات القلبية استوانية مخططة نوع الاستجابة إرادية أم لا إرادية نلاحظ العضلات الهيكلية إرادية العضلات الملساة لا إرادية العضلات القلبية لا يمكن التحكم بها فهي لا إرادية مثال لمكان وجود العضلة نلاحظ العضلات الهيكلية في الذراع والقدم والوجه واللسان والجفون وكل هذه الأمثلة لا يستطيع الإنسان التحكم بحركتها العضلات الملساة في القناة الهضمية العضلات القلبية في عضلة أو تمثل عضلة جدار القلب بنية العضلات نلاحظ أن العضلة هي مجموعة من الألياف العضلية الألياف العضلية تتكون من وحدات أصغر هي اللوييفات العضلية والتي تعتبر أسطوانية وتكون فردية هذه اللوييفات تتكون من وحدات أصغر تعرف بالقطع العضلية وهي الجزء المهم في عملية انقبار العضلات القطع العضلية تتكون من مجموعتين من الخيوط البروتينية الأكتين والميوسين نلاحظ في هذا الشكل ترتبط العضلات الحيكلية بالعضام من خلال الوتر والوتر هو نسيج ضام كثيف الطبقة السطحية للعضلة نسيج ضام يغلف العديد من الحزم العضلية الحزم أو الالياف العضلية تتكون من وحدات أسخر تسمى اللويفات العضلية وهي اللويفات فردية أسطوانية الشكل القطع العضلية ساركومير وهي أهم جزء في العضلة وهي وحدة البناء والوظيفة والجزء الذي ينقبض من العضلة يحدث بها الانكماش على المستوى الخلوي نلاحظ أن القطع العضلية الساركومير تحتوي على نوعين من الألياف البروتينية الأكتين خيوط رفيعة وهي متحركة بينما الميوسين خيوط سميكة وهي غير متحركة أساس فيسيولوجيا العضلات تعتمد على تداخل الخيوط الرفيعة والسميكة عند تقلص العضلات كلما زاد تداخل الخيوط زاد تقلص العضلة نلاحظ خيوط الأكتين الرفيعة متحركة خيوط الميوسين ثابتة عند انقباض العضلة هناك الجسور العرضية تمتد من خيوط الميوسين وتشتبك مع خيوط الأكتين فتسحب خيوط الأكتين إلى مركز العضلة فيحدث الانقباض نلاحظ أن الأكتين هي الخيوط المتحركة بينما خيوط الميوسين تكون خيوط ثابتة وهذا ما ينتج عنه انقباض العضلة عندما تبتعد خيوط الأكتين عن مركز العضلة تحدث عملية الانبساط وظائف العضلات هناك مجموعة لوظائف للعضلات داخل الجسم الحركة والتنقل وهي الوظيفة الرئيسة للجهاز العضلي من خلال انقباض العضلات وتضم حركات كبيرة مثل المشي والسباحة وحركات دقيقة مثل الكتابة أو تعابير الوجه الحفاظ على وضعية الجسم تسهم عضلات الهيكل في إبقاء الجسم بالوضعية المطلوبة عند الجلوس أو الوقوف تعتمد الوضعية الجيدة على قوة العضلات ومرونتها أيضا من وظائف العضلات الدورة الدموية وهي المتمثلة بعضلة القلب التي تعمل على ضخ الدم إلى جميع انحاء الجسم من خلال انقباض اللا إرادي للعضلة أيضا العضلات الملساف الشرايين والأوردة تلعب دورا في دوران الدم حول الجسم التنفس لدينا العضلة الهامة وهي عضلات الحجاب الحاجز إحدى العضلات المستعملة في عملية التنفس من خلال انقباضها وانبساطها كذلك الهضم يتكون أغلب الجهاز الهضمي من عضلات الملسافة التي تتم أو يساعد عملية انقباضها وانبساطها في عملية انتقال الطعام وهضمه وهو ما يعرف بالحركة الدودية في المريع عند دفع الطعام وكذلك في العمالي عملية هضم الطعام والامتصاص فنلاحظ دور مهم للعضلات داخل جسم الإنسان رابعا والنسيج الأخير هو النسيج العصبي هو النسيج العصبي جميع المعلومات من حولنا يتم جمعها وتفسيرها والاستجابة لها من خلال النسيج العصبي من خلال النسيج العصبي النسيج العصبي تكون من وحدات رئيسية أو أساسية تكون النسيج العصبي وهو ما يعرف بالخلايا العصبية أو العصبونات خلايا العصبية تكون شبكة داخل الجسم لها دور في نقل السيالات العصبية نلاحظ أن الخلية العصبية تتكون من جسم الخلية العصبية نلاحظ في هذا الشكل جسم الخلية العصبية يحتوي على النواه السيتو بلازم ومعظم عضيات السيتو بلازم يتصل بجسم الخلية التشعبات التي تنقل سيارات العصبية في اتجاه جسم الخلية نلاحظ هذه تسمى الزوائد الشجيرية أو ما يعرف بالتغصن نلاحظ مساحتها أكبر لزيادة مساحة سطح نقل السيارات العصبية المحور هو الذي ينقل الزائد الممتدة وله دور في نقل الإشارات من جسم الخلية إلى الطرف النهائي وما يعرف به نهايات المحور العصبية العصاب الطرفية تتكون من حزم من التشعبات والمحاور المرتبطة بالخلية العصبية هذه العصاب قد تكون مغطاة بغمد المايلين أو خلايا شوان أو كليهما أو غير مغطاة بإحداهما الألياف العصبية في العصاب قد تكون حركية أو حسية نلاحظ أن المحور يوجد في التراكيب تعرف بخلايا شوان خلايا شوان لها دور في إفراز مادة دهنية بيضاء تعرف بالمايلين المايلين عندما يغطي المحور يعمل على نقل السيارات العصبية بسرعة أكبر الخلايا العصبية إما تكون خلايا عصبية حسية لها دور في نقل المؤثرات والإحساس إلى الجهاز العصبي المركزي وقد تكون خلايا عصبية حركية لها دور في نقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء الاستجابة كالعضلات وخلايا عصبية موصلة وهي التي تربط بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحركية وتشكل التركيب الأساسي للدماغ والحبل الشوكي تقسم الخلايا العصبية إلى عدة أنواع طبقا لشكلها وحجمها فنلاحظ الخلايا العصبية لها مجموعة من الأشكال نلاحظ لها الشكل الكروي أو المغزلي أو الشكل النجمي أو الشكل الهرمي أو قد تكون كوموثرية الشكل حسب الحجم يتفاوت حجم الخلايا العصبية من حجم صغير جدا إلى حجم كبير وهذا يعتمد على الوظائف التي تؤديها نلاحظ هنا يسمى تجمع الخلايا العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي يسمى بالأنوية العصبية بينما تجمع الخلايا العصبية خارج الجهاز العصبي المركزي يعرف بالعقد العصبية العقدة العصبية هي تجمع لمجموعة من أجسام الخلايا العصبية تتجمع وتتراكم حول بعضها البعض وتكون ما يعرف به العقدة العصبية الخلايا الدبقية الخلايا الدبقية هي الخلايا التي تؤدي دور الخلايا الساندة الخلايا الساندة للخلايا العصبية الخلايا الدبقية هي الخلايا التي تؤدي دور الخلايا الداعمة للخلايا العصبية نلاحظ أن النسيج العصبي يتكون من الخلايا العصبية والخلايا الدبقية أو ما يعرف بالخلايا أو خلايا الغراء العصبي أو الخلايا الداعمة للخلايا العصبية تمثل الخلايا العصبية 10% من الجهاز العصبي المركزي بينما تمثل الخلايا الدبقية حوالي 90% من النسيج العصبي ولها دور مهم جدا لدعم الخلايا العصبية نلاحظ أن الخلايا العصبية لا تنقسم بينما الخلايا الدبقية لها القدرة على الانقسام لدينا مجموعة في هذا الجدول لأنواع الخلايا الدبقية الخلايا الدبقية النجمية ستروسيت توفر الدعم الفيسيولوجي والحيكلي للخلايا العصبية وتزويدها بالمواد الغذائية من العوية الدموية لها دور في تغذية الخلايا العصبية الخلايا الدبقية قليلة تغصن أي زوائد الشجيرية لديها قليل تكون غمد المايلين ذكرنا أنه المادة البيضاء الدهنية التي تكونها خلايا شوان داخل الجهاز العصبي المركزي خلايا شوان سميت بخلية لأنها تحتوي على النوى الخلايا الدبقية الصغيرة حماية الجهاز العصبي من الكائنات الدقيقة المهاجمة له خلايا البطانة العصبية تكوين السائل النخاعي بالمخ خلايا شوان تكوين غمد المايلين حول بعض الألياف العصبية في الجهاز العصبي الطرفي وذكرنا أنها تسمى بخلية لأنها تحتوي على النوى مادة المايلين إذا كان المحور مغطى بالمايلين فإنه يقوم بنقل السيارات العصبية بسرعة أكبر من المحاور الغير مغطى بمادة المايلين في التقويم 2-2 لدينا التقويم 2-2 السؤال الأول لخص وظائف النسيج الطلائي لدينا مجموعة من الوظائف الحماية فراز الإنزيمات والهرمونات إخراج المواد الضارة من الجسم امتصاص المواد وعملية التناسل في السؤال الثاني ماذا سيحدث لو افترضنا أن بطانة الشعيرات الدموية والحويصلات الهوائية مكونة من نسيج طلائي طبقي ما الذي سيحدث؟ سيكون هناك صعوبة في ترشيح المواد وتبادل المواد الغذائية والغازات بين الدم والشعيرات الدموية لأنها مكونة من نسيج طلائي طبقي فيكون هناك وقت أطول ولذلك دائما الشعيرات الدموية والحويصلات تتكون من نسيج طلائي بسيط طبقة رقيقة من الخلايا واحدة في السؤال الثالث فسر وجود ألياف الكولاجين في الأقراص الغضروفية في العمود الفقري بدلا من الألياف المطاطية لكي تمتلك القوة الكافية لتحمل الضغط والشد الهائلين الواقعين عليها إذلك تحتوي على ألياف الكولاجين وهي ألياف البيضاء المعروفة بقوتها في السؤال الرابع هل سيؤدي لسان المزمار وظيفته بمرونة لو كان غضروفا ليفيا ولماذا؟ لن يستطيع أداء وظيفته لماذا؟ لأن وظيفة لسان المزمار تعتمد على الحركة حيث يقوم بتغطية مجرى الهواء عند البلع لمنع مرور الطعام للقصبة الهوائية وعند انتهاء عملية البلع يعود لسان المزمار إلى وضعه الطبيعي وهذه الوظيفة تتطلب المرونة لأن عملية البلع تحدث بشكل متكرر لو كان غضروفا ليفيا سيكون هناك صعوبة في عملية الحركة والعودة ما همية الأوستيون في العظام؟ الأوستيون يعتبر من ناحية تشريحية الوحدة الوظيفية لأنسجة العظام القشرية أو ما يعرف في العظام الكثيفة في السؤال السادس فسر قولنا دور العضلات الملسافة في فسيولوجي الإنسان أكثر اتساعا من دور العضلات الحيكلية لأن لها دور في كل جهاز من أجهزة الجسم تقريبا بدءا من خلق مقاومة الأوعية إلى تقلصات الرحم فلاها الدور الأكبر في الأغلب أو في جميع أجهزة جسم الإنسان في السؤال السابع استنتج كيف تسهم الخلايا الدبقية النجمية في الدعم الفسيولوجي للخلية العصبية لأنها تزود الخلايا العصبية بالمواد الغذائية من الأوعية الدموية فالسؤال الثامن ماذا يحدث لو كان صيوان الأذن غضروفا ليفيا من الذي سيحدث لن يتمكن من منع الإصابات الخطيرة التي قد تحدث نتيجة الصدمات أو الإصابات بسبب عدم قدرته على امتصاص الصدمات وعوامل الضغط ومن هنا يتضح إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان ولاحظ أن صيوان الأذن يعتبر غضروف مطاطي لكي يكون لديه مقاومة وامتصاص الصدمات وبالتالي يستطيع أن يؤدي وظيفته ولا يتعرض إلى الصدمات التي تؤثر عليه لو كان غضروفا ليفيا ويكون لديه أو يتأثر بالإصابات المتكررة وفي نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى لكم طلابي وطالباتي مزيدا من التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته